اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا عندنا في الواحدة المنطقية المبرمجة احنا كنا قلنا الجزئية دا في الحلقة السابقة ولكن هنعمل ريفيزيون بسيط قوي عليها ونبدأ تبقى مدخلنا لحلقيتنا النهاردة احنا قلنا ان اي واحدة منطقية المبرمجة كان بتتكون عندنا من جزئين استيين وهو الهارد وير والسوفت وير طب ايه هو سوفت وير هي عبارة عن مجموعة البرمجيات او البرامج اللي انا بدخلها للمكينة علشان اقدر اتحكم في المكينة وادر اشغالها من خلال هذه البرامج طب وايه هي الهارد وير الهارد وير هي عبارة عن الاجهزة المادية ودي بتتكون من اجزاء كثيرة جدا جدا احنا نتعرض لها ان شاء الله في حلقيتنا نبدأ مع بعض حبيبي على الشاشة وتعرض لنا ايه هي المكونات الاسية للوحدة المنطقية المبرمجة المكونات الاسية للوحدة المنطقية المبرمجة زي ما قدامنا على الشاشة بتكون اي وحدة منطقية مبرمجة من الهارد وير والسوفت وير زي ما قلنا الهارد وير وهي الاجهزة المادية السوفت وير وهي عبارة عن البرمجيات طب جميل او احنا نبدأ نتكلم على اول حاجة عن السوفت وير وهي البرمجيات البرمجيات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن البرامج اللي فيها بيتم تحديد العمليات المنطقية وبالتالي بيكون فيها عمليات التشغيل المطلوب تنفيذها طيب ويتم تغيير هذه العمليات وفقا لتغيير البرامج الموضوعة لذلك دون الحاجة إلى تغيير الهارد وير أو الأجهزة المادية أنا دلوقتي عندي أول جزئية من المكونات الأسئلة الوحدة المنطقية يا شباب هي عبارة عن الصوفت وير والصوفت وير دي هي عبارة عن البرمجيات أو البرامج اللي أنا بحطها علشان تنفذ عمليات معينة أنا طالبة في خط الانتاج أو طالبها في المكونات بتاعتي طيب البرامج اللي أنا بحطها ديت لو أنا حبيت أن أنا غيرها بغيرها وبغير العمليات اللي بتتم فيه الانتاج بتاعي وبغير تسلسل عمليات اللي بتتم على خط الانتاج دون محتاج الحاجة إلى أن أنا غير جزء من أجزاء المادية اللي موجودة في خط الانتاج أو الموجودة في المكونات يعني بمعنى انا لو جالي منتج جديد انا عايز اشغله او عايز انفزه كل الموضوع ان انا بغير البرنامج اللي هو الصوفت وير بتاعي وبجيب البرنامج اللي هينفز للشغل الجديد ده ما بيحتاجش مني لا اغير سنسورات ولا اغير هارد وير ولا اغير بروسيسور ولا اغير معاق ولا اغير زاكرات ولا اغير اي حاجة في الاجهزة المادية كل اللي علي ان انا بغير البرنامج بالشغل الجديد وبحط البرنامج الجديد بتبدأ المكنة تشتغل على البرنامج الجديد او خط الانتاج بتاعي يشتغل على البرنامج الجديد بتاعي تمام حبيبي ده كده يعني ايه صوفت وير صوفت وير هي البرامج اللي انا بحطها عشان ينفز بها عمليات معينة والعمليات دي لو اتغيرت بتحتاج لتغيير البرنامج فقط دون الحاجة الى تغيير اي جزء في الهارد وير ومن الهاردوير ده هو اللي احنا نتكلم عليه بعد الوقت الوقت هنبدأ نتكلم عن اجزاء الهاردوير لوحدات التحكم منطقي المبرمج مع بعضين على الشاشة قال لي الاجهزة المادية هي عبارة عن ايه قال لي الاجهزة المادية دي هي عبارة عن الهاردوير طب يعني ايه بقى الهاردوير بيتكون من ايه قال لي بيتكون من خمسة عنقصر اساسية ايه هما قال لي عبارة عن جهاز البرمجة بتاعي وحدة المعالجة الزاكرات الزاكرة اللي هي بتاخد المعلومة بتخزنها فيها عندنا كمان اجهزة الدخل والخرج اللي هي الاجهزة اللي بدخل بها البيانات والاجهزة اللي انا بستقبل منها البيانات بتاعتي وكمان عندنا مصدر الطاقة اللي هو بيدي الطاقة او الباور لكل هذه الاجهزة عشان تشتغل انا عندي دلوقتي بالنسبة الهاردوير زي ما قدامنا كده على الشاشة بتاعتنا هو بيتكون من خمس عنصر اساسية اول حاجة جهاز البرمجة جهاز البرمجة ده هو اللي انا بدخل عليه البرنامج بتاع البرنامج بيروح لمين بيروح للذاكرة طب الزاكرة ديت بتعمل ايه في البرنامج بتحتفظ بهذا البرنامج طب وبعد كده الزاكرة دي بتبدأ تديل مين تبدأ تديل المعالج ولو في اي خطأ بالنسبة لأي بيانات في البرنامج بتبدأ ترجعه تاني لجهاز البرمجة يعني الزاكرة ديت بتاخد وتدي للمعالج ولو فيه اي مشكلة بترجعه تاني بترجع المعلومة لجهاز البرمجة وده بيبقى الارم بيبان انا ببدأ ان انا اعدل فيه عشان كده لو لاحزنا على الرسمة بتاعتنا فيه عندنا سحم نازل من الزاكرة للمعالج وفيه سحم طالع من المعالج للزاكرة بمعنى ان لو فيه اي معلومة خطأ وصلت للمعالج بتاعي بيبدأ المعالج يرجعها للمين للزاكرة بحيث ان الزاكرة تبدأ ترجع الجهاز البرمجة وانا بدأ اشوف الالارم على وحدة التحكم وابدأ اعالج الالارم بتاعي اللي ممكن يزهر فيه وحدة التحكم المنطقي المبرمج يبقى انا يا ولاد دلوقتي لما يجي اقول يعني ايه هاردوير هاردوير هي الاجزاء الاسية المادية اللي بتتكون منها الوحدة المنطقية المبرمجة ايه هي الاجزاء المادية يعني ايه يا ميز اجزاء مادية اجزاء مادية ولاد يعني احنا اجزاء بنشتريها ونستطيع تركيبها في الماكينة بتاعتنا او خطوط الانتاج زي ايه زي العددات زي المؤقتات زي السنسورات زي الهارد وير زي البروسيسور زي الرماد زي الكيبورد زي الموسات كل الحاجات دي اللي احنا بنشتريها وبنستخدمها كاشياء مادية بقدر ان انا امسكها واشيلها واستبدلها دي كده اسمها اشياء مادية اشياء ايه مادية الاجهزة المادية دي دي عندنا في الوحدة المنطقية هم عبارة عن خمس عناصر اسية ايه هم بقى الخمس عناصر الاسية هم عبارة عن جهاز البرمجة بتاعي كمان عندنا الزاكرة الزاكرة دي بنتصل بحاجة اسمها البروسيسور اللي هي المعالج طب والمعالج ده بيبقى متصل باجهزة دخل واجهزة خارج للاشارة كمان بيبقى متصل بحاجة اسمها الباور سابلاي او مصدر الطاقة الاساسي لكل الوحدة بتاعتي فانا كده عندي خمس عناصر ايه اساسية بيتكون منها الاجهزة المادية طب ياميس احنا على الرسمة احنا شفنا ان الزاكرة واخده ساهم منها للبروسيسور والبروسيسور مدي ساهم منه للزاكرة ايه فايدة الاسهم دي ان هي تبقى طالعة نازلة بصي شباب مش دا دلوقتي عبارة عن مكان بيتحكم فيه عن طريق برنامج يبقى اذا في بعض المعلومات ممكن تكون المعلومات دي فيها خطأ ما وهو وانا انا حطيته فانا علشان الجهاز الكمبيوتر يقول ان فيه خطأ معين المعلومة دي المعالج بيرجعها للزاكرة والزاكرة بترجعها الجهاز البرمجة انا بشوفها على السكرين بتاعة الجهاز ببدأ اقول ان دا الارم دا فيه خطأ ببدأ الارم دا اعدله وبيبدأ يرجع تاني من جهاز البرمجة على الزاكرة ومن الزاكرة على المعالج لذلك هتلاقي ما بين الزاكرة والمعالج وجهاز البرمجة اسهم طالعة ايه نازلة لان دا بيحصل فيه تغذية رجعة تغذية رجعة يعني ايه يعني لو المعلومة صحيحة بتمر من عندي عيدة لو المعلومة فيها اي مشكلة بترجع تاني الجهاز البرمجة بعدلها وبيبدأ ان ايه المكنة تشتغل بالمعلومة الصحيحة الصحيحة. فانا كده عرفت ان انا عندي بالنسبة لمكونات اي وحدة منطقية عنصرين اساسيين. ايه هما بقى? السوفت وير والهارد وير. والسوفت وير هو عبارة عن البرامج وعبارة عن اللي انا بحطها علشان اشغل بها المكناة نفسها. والسوفت وير دوت لو انا جاي لأي تعديل في العمليات المراتة انفزها على المكناة. انا مجرد بس ان انا اغير السوفت وير بتاعي او اغير البرنامج بتاعي. ببدأ المكناة بتشتغل بالمنتج الايه الجديد? دون الحاجة الى تغيير اي جزء فيه العناصر المادية. او الاجهزة المادية. طيب يعني ايه بقى اجهزة مادية? اجهزة مادية هي عبارة عن الاجهزة او الاجزاء المادية اللي بتدى تشغل الوحدة الايه المنطقية. زي ايه? زي جهاز البرمجة. زي ايه كمان? زي المعالج. ويه كمان? الزاكرة. وحدات الدخل والايه? والخرج. وكمان الباور سابلاي او مصدر الطوك. تمام حبيبي? ده كده مختصر ليه العواء او المكونات الاساسية لاي واحدة منطقية. صوفت وير برمجيات. هارد وير اجهزة مادية. صوفت وير برمجيات يا ولاد. هارد وير اجهزة ايه? مادية. صوفت وير يعني برامج ماشي. هارد وير يعني جهاز برمجة. زاكرة. معالج. وحدات دخل وخرج. كمان عندنا ايه? مزر الطاقة. وهو الباور ايه? باور سابلا. تمام حبيبي? طيب نبدأ بقى مع بعض ناخد الهارد وير ده. وناخد كل عنصر منه. ونشوفه هو عبارة عن ايه? تمام? مع بعضينا على الشاشة بتاعتنا. قال لي اول حاجة بقى ايه هي العلاقة بين الاجزاء المادية ببعضيها. قال لي بيقوم المستخدم بادخال قائمة التعليمات او البرامج. فيه الزاكرة. والزاكرة دي بتكون داخل الوحدة المنطقية المبرمجة. وبعد ذلك تقوم الوحدة المنطقية المبرمجة بالمرأبة المستمرة لحالة المداخل. وتعديل حالة المخارج. حسب تعليمات الايه? البرنامج. يعني ايه الكلام ده? هو بيقول لي دلوقتي هي ايه وظيفك العناصر بتاعتي بتاعت الوحدة المنطقية المبرمجة. فقال لي ان الوحدة المنطقية دي هي عملية او هي بتقوم بعملية المرأبة للعمليات اللي انا ندخلها من وحدة الدخل علشان تبدأ تقوم بتنفيذ هذه العمليات وفق الشروط اللي انا عايزها وكمان ترائب هذه العمليات اثناء خرج الايه? اثناء خرج الاشارة. يعني اثناء تنفيذ العمليات دي في المكنة او في خط الانتاج الوحدة المنطقية فيها اه من الاجزاء المادية اللي تقدر ترائب لي تنفيذ العمليات في خط الانتاج بعد ايه? خروج الاشارة من الوحدة الايه? المنطقية. تمام يا ولادي انا عندي دلوقتي لما بيجي يقول لي ايه هي الهدف من الوحدة المنطقية دي في اي جهاز. احنا ناخد مثال. مش احنا كلنا وقفنا على مكان سين سين? حلوة او. المكان ده كنت انا بدخله برنامج. ده كده المعلومة المدخل بتاع. البرنامج ده كان بيتقام عليه مجموعة من البروسيس اه او العمليات. البروسيس او العمليات اللي هي بتقدر نه يتحول البرنامج لاشارات حركية واشارات كهربية خارج الايه? خارج المكينة. او يعني في المكينة عشان المكينة ايه? تشتغل. طيب. الحركات اللي هتتحركها المكينة ديت مش محتاجة مرقبة? مين اللي يقدر يرقب للحركات ديت? في سكرين? السكرين ديت من اللي بيشغلها? الوحدة المنطقية. يبقى الوحدة المنطقية خدت البرنامج نفزت او حولت البرنامج لاشارات والاشارات دي بدأت ان هي ترقبها اثناء ايه? اثناء تنفذها. يبقى فايدة الوحدة المنطقية المبرمجة ان هي بتنفذ عمليات. وكمان بتقوم بتتابع هزي العمليات ومرقبتها. بتقوم بتتابع هزي العمليات وايه? ومرقبتها. تمام يا ولاد ده الهدف من الاجهزة المادية الموجودة في الوحدة الايه المنطقية طيب احنا عايزين نعرف بقى دلوقتي ايه هي العلاقة بين عناصر التحكم المنطقي المبارم المدخلات والمخرجات والبروست احنا قلنا ان احنا عندنا مدخل يعني بيانات input ماشي input ايه data ال input data دوت اللي هو مدخل البيانات بتدخل البيانات دي على الوحدة المنطقية الوحدة المنطقية هي عبارة عن جهاز البرمجة اللي هو بيقوم باخد البيانات دي وتحولها للغة اللي تفهمها المكلة او يفهمها خط الانتاج او يفهمها اي مشغل هيشغل عن طريق ال PLC تمام اه طيب انا بقى هنا باخد البيانات دي وبعمل عليها بعض العمليات وبنازل عليها بعض الشروط اللي هي في النهاية تديني التحكم المنطقي اللي انا عايزه فيه عنصر الفعل اللي انا عايزة اشغاله سواء كان عنصر الفعل ده جزء من سبندل في مكنة سواء كان محرك سواء كان مضخة سواء كان خط انتاج هيماشي عمليات كل هذه العناصر الفعل انا هشغلها ازاي من اللي بتحكم في طريق التشغيلها هي الوحدة المنطقية المبرمجة هي اللي بتقوم عن طريق عناصر الدخل اللي دخلالها تعمل فيها بعض العمليات اللي هي في النهاية تديني شرط التشغيل اللي انا عايزه في عنصر الايه في عنصر الفعل بتاعي تمام حبيبي فاحنا كده على الشاشة الشاشة هتعرض لنا العلاقة بين الانبوت والاوتبوت والبروسيس عندنا اول حاجة الانبوت هي عبارة عن مجموعة العمليات او الداة اللي انا هدخلها للجهاز عندي وعندي بعد كده الجهاز نفسه بيقوم بعملية البرمجة بياخد البيانات دي ويعمل لها عملية برمجة وعملية البرمجة دي بتبقى الهدف منها ان هي تحول لغة البيانات الدخل دي الى لغة المكنة او لغة عنصر الفعل اللي انا هشغله فبالتالي هي جهاز البرمجة ده بيبدأ يحول كل البيانات او الداة الانبوت داتا الى اشارات فعل فعلا تبدأ تشغلي منظومة التحكم المنطق المبرمج اللي انا عايز اشغالها سواء كان ده عندي هنا سيلندر او محرك او مطور او خط انتاج او سبندل او شفات اي حاجة انا عايز اشغالها ببدأ ان انا اشغالها عن طريق عملية البرمجة مين اللي بيبرمج العنصر ده عشان يشتغل لوحدة المنطقية المبرمجة ومين اللي بيديله البيانات وحدة ايه ادخال البيانات انا عندي مدخلات بيدخل عن طريقها البيانات جهاز البرمجة او وحدة التحكم المنطقي هي اللي بتقوم بعملية البرمجة ثم بعد ما بتقوم بعملية البرمجة بتخرجلي مخرجات في صورة اشارات الاشارات ده هي اللي بتشغل عنصر الفعل اللي انا عايز اشغاله سواء كنت عايز اشغل متور عايز اشغل سيلندر عايز اشغل مضخة عايز اشغل جزء من سبندل في مكنة عايز اشغل مكنة كاملة عايز اشغل خط انتاج كل هذه العناصر بتيبقى عبارة عن عناصر الخارج اللي انا محتاج ان انا ايه اشغلها في المكن بتاعي الذي يعمل عن طريق وحدات التحكم المنطقي المبرمج طيب احنا عندنا بقى دلوقتي قال لي احنا عندنا حاجة اسمها وحدة المعالجة المركزية او ال-CPU ال-CPU دي اولاد هي عبارة عن البروسيس او الموزربورد اللي هي بتبقى فيها المعالج على اساس ان هو بياخد الاشارة يبدأ يعالجها ويبدأ يديها للمكنة بتاعتي بحيث ان هي تنفذها فبيقول لي ان وحدة المعالجة المركزية اللي هي ال-CPU دي تعتبر وحدة المعالجة المركزية اهم اجزاء الاساسية للوحدة المنطقي المبرمجة فهي تشبه الحاسب الآلي من حاسب التركيب وتسمى العمليات التي تتم في الوحدة المركزية عمليات المعالجة فهي تحتوي على المعالج اللي هو بنسميه البروسيس أو الماظربورد الذي يترجم إشارة المداخل ويقوم بعملية التحكم تبقى للبرنامج المخزن في الزاكرة ثم يرسل هذه التعليمات كإشارة لمين للخرج يبقى المعالج هو هنا بيعمل بيبدأ يتحكم فيه المعلومات اللي دخلاله ويبدأ يعالجها ثم بعد ذلك يرسلها لعناصر مين الخارج ده كده وحدة المعالجة المركزية عندنا حاجة اسمها الباس والباس دوته عبارة عن يعني زي وحدة بتربط مكونات الوحدة المنطقية المبرمجة مع بعضيها والباس هو النظام توصيل عندما تكون عدة مجموعة مكونة مؤتلفة النظام متصلة مع بعضيها البعض يسمح لمجموعتين فقط انت اتصل ايه ببعضهم يعني ايه يعني الباس دوت هو عبارة عن زي سيستم كده لما بيكون عندي اكثر من جزء في الوحدة المنطقية بيشغل مع بعض هو بيسمح بان مجموعتين بس هما اللي يتصلوا ببعض وهم اللي يشغلوا ايه مع بعض طيب احنا بقى عندنا دلوقتي موضوع مهم قوي اللي هي الزاكرات او الزاكرة زاكرة احنا عندنا بالنسبة للوحدة المنطقية المبرمجة انواع كثيرة من الزاكرة عندنا زاكرة بتقوم بعملية تخزين اولا يعني الزاكرة دي اصلا ايه فايدتها في جهاز الحاسب القليل او ايه فايدتها في اي وحدة منطقية مبرمجة الوحدة المنطقة المبرمجة يعبارها عن جهاز رقمي زي جهاز الحاسب القري بالضبط بيبقى فيه ذاكرة الزاكرة دي بتخزن المعلومات او البيانات يبقى الزاكرة دي انا فايدتها عندي في المكنة ان انا لما بدخل برنامج او بدخل اي معلومة الزاكرة بتاخدها وبتبدأ تخزنها فيها فالزاكرة فايدتها يا ولاد ان هي بتخزن ايه المعلومات بتاعتي طيب انا عايز اعرف هل فيه انواع من انواع الزاكرات دي ايوه فى انواع عدة من انواع الذاكرة عندنا ذاكرة قابلة للقراءة فقط عندنا ذاكرة قابلة للقراءة والكتابة عندنا ذاكرة قابلة للقراءة والكتابة ولكن يمكن محوها وممكن كتابة اجزاء تانية عليها عن طريق بعض العمليات اللى بتقري عليها فبالتالي احنا عندنا انواع كتيرة جدا من الزاكرات عندي حاجة اسمها الروم وعندي حاجة اسمها الرام الروم دي اولاد زاكرة ما اقدرش ان انا امسح من عليها بيانات او اضيف لها بيانات انما الرامة اللي احنا بنسمحها كتير دي زاكرة قابلة للقراءة والكتابة وقدر امسح من عليها بيانات وقدر اكتب عليها ايه بيانات كتير تمام انما الروم دي زاكرة قابلة للقراءة فقط واحيانا بتبقى قابلة للكتابة عليها ولكن عن طريق جهاز برمجة خاص ولكن عن طريق جهاز برمجة خاص الكلام الجميل ده احنا عايزين ناخده بالراحة واحدة واحدة فالشاشة بتاعتنا هتعرض لنا كل نوع من انواع هذه الزاكرات واحدة واحدة كده ونبدأ نتعامل معها تمام يا ولاد مع بعدينا بقى كده عشان نشوف موضوع الزاكرات الجميلة ده بيتكون من ايه مع بعدينا على الشاشة الشاشة بتاعتنا بتقول لنا ايه بتقول لنا ان انا عندي بالزاكرة اللي هي الممري هي ايه الزاكرة دي اللي بيتم في الزاكرة تغزين الاوامر التي ستستعمل في عملية التحكم من قبل المعالج يمكن التميز بين مجموعتين من الزاكرات فاحنا عندنا نوع اسم زاكرات الكراءة فقط ونوع اسمه زاكرات الكراءة والكتابة يبقى انا دلوقتي عايز اعرف الزاكرة بستخدمها في ايه في تغزين الاوامر التي تستعمل في عملية التحكم من قبل مين المعالج بتخزن للأوامر اللي هقدر استخدمها من قبل المعالج ويمكن التميز بين انواع الزاكرات حيث اننا عندنا نوعين من الايه من الزاكرات ايه هي زاكرة للكراءة فقط وزاكرة للكراءة والايه والكتاب يبقى حلوة اوي كلام جميل يبقى انا ابدأ بقى اعرض انواع الزاكرات قال لي زاكرة الكراءة فقط اللي احنا بنسميها read only memory read only memory ودي اختصارها rum اختصارها rum يا ولاد طيب فهي تحتوي على بيانات ثابتة لا يمكن اعادة برمجتها او كتابتها وهنا بقى نبدأ نتكلم يعني ايه بيانات ثابتة لا يمكن اعادة برمجتها او كتابتها دلوقتي كلنا شفنا في جهاز الحاسب بتاعنا احنا عندنا نظام الwindows هل حد يقدر يخترك الwindows ويقدر يمسح من عليه حاجات السيستم نفسه ويبدأ يضيف حاجات في السيستم بتاع الجهاز لا صح ولا غلط يبقى دي زاكرة قابلة للقراءة فقط انت تشوفها على جهازك وتقرأها بس انما ما تقدرش ان انت تكتب عليها ولا تمسح من خلالها ايه حاجة ده كده نوع من انواع زاكرات الرم دي كده اسمها ايه رم يعني ايه رم اختصار لثلاث كلمات ايه هما read only ها memory read only a memory وم الم م و اختصار لثلاث كلمة رم اول مانسمع كلمة رم اول مانسمع كلمة رم نعرف ان ذي زاكرة قابلة للقراءة فقط مانفعش امسح من عليها بيانات ولا اكتب عليها بيانات بس مع الحلقة هيتضع لنا ان في بعض الرم اقدر ان انا اضيف لها بيانات بس عن طريق جهاز برمجه خاص عن طريق جهاز برمجة ايه خاص زي بالضبط كده لما جينا يقولك ايه اعمل دبط مصنع يعني هعمل دبط مصنع ما انا بغير حاجة في البرمجة بس بعمل دبط مصنع بيه بعمله بجهاز برمجة ايه بجهاز برمجة خاص ففيه انواع من الروم هي ايه طيبة للتعديلات هنشوفها في حلقاتنا بس المبدأ الاساسي للروم هي ايه هي read only memory يعني زاكرة قابلة للقراءة فقط قدرش امسح من عليها ما قدرش ان انا ادخل عليها ايه بيانات خاصة من عندي تمام دي زاكرة بجيني بمعلوماتها ما قدرش ان انا اعدل من عليها اي حاجة او اعيد برمجتها او اضيف عليها اي حاجة تمام يا ولاد دي الروم طيب دي كده اول نوع من انواع الزاكرات الزاكرات القابلة للقراءة فقط read only memory روم تمام طيب احنا عندنا نوع اخر من الزاكرات عندنا اللي هي الرام بقى الرام ر اي ام نبدأ مع بعض كده نشوف ايه هي انواع زاكرات الكراءة والكتابة انواع زاكرات الكراءة والكتابة اللي هي عبارة عن الرام والرام دي بتعتبر هذه الزاكرة مؤقتة از يتم محوها مباشرة بعد فصل طيار الكهرابي هذه الزاكرة شائعة الاستعمال طبعا كلنا بنستعمل memory وبنكتب من عليها وبنسجل عليها فيديوهات وبنسجل عليها document بتاعتنا وفايلز واي حاجة بتاعتنا احنا بننزلها على الرام الرام يا ولاد تمام الرام دي هي زاكرة قابلة للكراءة والكتابة ولو قطع طيار الكهرابي واحنا بنكتب عليها حاجة طبعا الحاجة اللي عليها بتتمسح لو انا ما كنتش عاملالها save تمام فقال لي هي تعتبر هذه الزاكرة زاكرة مؤقتة از يتم محوها مباشرة بفصل طيار الكهرابي هذه الزاكرة شائعة الاستعمال في الوحدات المنطقية المبرمجة لتخزين البرامج يبقى انا هنا لما بيكون عندي برامج وعايز اخزنها انا ما بخزنهاش على الرام انا بخزنها على الرام اما بيكون عندك اي فايلات واي دكيومنت واي حاجة انت عايز تخزنها في الجهاز الكمبيوتر بتاعك انت بتخزنهاش على السيستم انت بتخزنها على الايه على الرامات اللي عندك بتخزنها على الرامة فبالتالي الرامة ديت هي عبارة عن ميموري قابل لان انا اضيف معلومة ان انا احذف معلومة قابل للكراءة وقابل للكتابة قابل القراءة وقابل للكتاب يبقى احنا كده اخدنا اول عاملين او اول نوعين من انواع الزاكرات بصفة عامة هي الروم والرام الروم هي عبارة عن زاكرة قابلة للكراءة فقط ولا تقبل التعديل او اعزل برمجة او كمان ان انا اعيد برمجتها ودي مثال عليها السيسم اللي احنا بنشغل بيه الجهاز بتاعنا طيب والرام بقى لا الرام دي الممر اللي احنا بنستخدمها هادي ودي بتبقى زاكرة قابلة للقراءة وللكتابة تمام ممكن ان انا اضيف عليها معلومات وممكن ان انا امسح من عليها معلومات ولكن هي لو انا عملت السيف للمعلومات اللي عليها وحصل فصل طياري الكهرابي كل ما عليها بيتم ايه بيتم محموم تمام يا شباب ده كده بالنسبة لنوعين السين من الزاكرات نبدأ بقى مع الروم اللي هي قابلة للقراءة فقط نبدأ نشوف انواعها ونشوف ازاي ان انا ممكن اقدر اعمل لها بعض التعديلات في المعلومات بتاعتها وهتبقى عن طريق ايه او باستخدام ايه مع بعضين على الشاشة كده نشوف انواع الروم قال لي عندنا بقى يا ولاد هنا زاكرة للقراءة فقط قابلة لاعادة البرمجة محددك يا مثل سألنا ان هي ما بتقبلش البرمجة قلت في بعض منها هيقبل البرمجة ولكن بجهاز برمجة ايه خاص طيب اعتبر هذه الزاكرة للقراءة لكن لا يتم برمجتها في الشركة المنتجة وانما يقوم المستخدم نفسه ببرمجتها وتستخدم كنظام تغزين نظرا لسابتها وتوصيقها العالمي طيب احنا عايزين نعرف يعني ايه بقى زاكرة قابلة او قابلة لاعادة البرمجة دي بتقبل ان انا اكون انا اللي بقوم بعملية برمجتها ولكن عن طريق جهاز برمجة خاص قال لي وفقا لطريقة المحوب احنا دلوقتي احنا عارفنا ان الروم في منها زاكرة قابلة لاعادة البرمجة ولكن بيتم برمجتها باستخدام جهاز برمجة خاص والذاكرة دي البرمجة احنا بنسميها البرمجة ومحن بنسميها البرمجة يعني ايه البرمجة او البي جي جات من اين بيرثن البرثن دوت الى هو هو شخص هيقام بجهاز برمجة خاص باعادة ايه باعادة برمجة هيبقى في جهاز برمجة خاص هو اللي بيقوم باعادة ايه باعادة برمجة تمام دي اسمها البرمات وليست الرم طيب قال لي بقى الروم ديت من حيث محو البيانات اللي عليها إزاي أقدر أن أنا أمسح البيانات اللي عليها في فيها أنواع في فيها إيه أنواع بقى أنا كده عرفت أن أنا عندي ذاكرة اسمها روم والروم دي قابلة للقراءة فقط تمام؟ والروم ديت في منها نوع اسمه البي روم والبي روم ده ممكن أقدر أن أنا أعدل في برمجتها ولكن عن طريق جهاز برمجة خاص طيب الروم دي في منها أنواع قابلة للمحو يعني قابلة أن أنا أمسح من عليها بيانات طيب إحنا هنشوف دلوقتي إيه هي أنواع الروم اللي أقدر أمسح من عليها بيانات تمام يا أولاد؟ نبص بقى كده على الشاشة قال لي وفقا لطريقة المحو يتم التمييز بين الزاكرات التالية إيه هي بقى؟ عندنا الإريزر بيروم إريزر بيروم طيب اللي إحنا بنقول عليها إي بيروم دي اسمها إريزر بي إيه بيروم طيب يعني إيه؟ يعني ذاكرة قابلة للمحو إريزر بتمحة فهي تخزن البيانات بصفة دائمة مثل الروم هي ذاكرة قبل القراءة فقط زي الروم ولكن يمكن للمستخدم نفسه وليس الشركة أنه هو يقوم ببرمجتها وحفظ البرمجة إيه عليها لكن يمكن محوها بواسطة الأشعة فوق الإيه؟ فوق قلبة نفسجية حلو الكلام الجميل ده إحنا دلوقتي قلنا من حيث المحو للبيانات أو مسح البيانات إحنا عندنا ذاكرة تسمى الإي بيروم يعني إريزر بيرسون إيه روم ذاكرة خاصة بيقوم المستخدم بمحو البيانات عليها وإعداد برمجتها بجهاز برمجة خاص وكمان فيها وسيلة محو البيانات وسيلة محو البيانات اللي عليها دي عن طريق الأشعة فوق الإيه؟ فوق البنفسجية عن طريق الأشعة الإيه؟ الفوق بنفسجية ممكن أن أنا أمح من عليها بيانات عن طريق الأشعة فوق الإيه؟ البنفسجية يبقى اول زاكرة من حيث محو البيانات احنا عندنا E B ROM وهذه الزاكرة بيتقبى زاكرة ROM قابلة يعني زاكرة زاكرة بيتكون قابلة قراءة فقط حلو بس يمكن اعادة برمجتها يعني كده بقت B ROM وكمان يمكن محو بعض البيانات من عليها بقت E B ROM يبقى هي زاكرة قابلة للقراءة فقط ويمكن برمجتها بجهاز برمجة خاص بقت B ROM وكمان يمكن محو بيانات من عليها فبقت E B ROM فبقت E B A B ROM دي اول نوع من انواع زاكرة القابلة اللي محو بعض البيانات من A من عليها تمام حبيبي طب احنا عندنا نوع اخر من الزاكرات القابلة للمح هنشوف مع بعضينا كده قال لي عندي حاجة اسمها E E B ROM يعني ايه؟ قال لي Electric Aresor B ROM حلو يبقى انا عندي هنا دخلت الاشارات القهربية او النبضات القهربية في الرام او الرم بتاعتي قال لي هذه الزاكرة تمزج بيانة مرونة الوصل الى الرام وعدم زوال الزاكرة E B ROM يعني هي بتمزج بين مكونات الرام وال E B ROM اللي اتنين مع بعض حيث يمكن محو واعادة برمجة محتوياتها قهربيا لكن لعدد محدد من المرات لكن لعدد محدد من المرات نفهم بقى حبيب احنا عندنا دلوقتي زاكرة قابلة لمحو البيانات من عليها بنسميها E E B ROM E E B ROM دي ايه فايدتها الزاكرة دي اقدر ان انا اقرأ من عليها البيانات اقدر اعمل لها اعادة برمجة اقدر اكتب عليها اقدر امحي من عليها البيانات ولكن عن طريق النبضات او الاشارات القهربية حلوة عب يبقى الزاكرة دي فيها مزيج من عناصر الرام وعناصر الرم فيها مزيج من عناصر الايه الرام وعناصر الايه الرم حلوة عب يبقى انا دلوقتي لما اجي او انواع الزاكرة اللي احنا اتكلمنا فيها كان عبارة عن كم نوع اول حاجة خالص ان احنا عندنا عنصرين اسيين رم ورام رم قابلة للقراءة فقط ولا يمكن محوها ولا يمكن اعادة برمجاتها طيب ورام قابلة للقراءة والكتابة والرم هي بنسجل عليها او بنخزن فيها السيستم بتاعنا او اللي هي ايه انظمة التحكم في الاجهزة المبرمجة بتاعتنا طيب ورام لا دي زاكرة اقدر اكتب عليها اقدر امحي من عليها بعض البيانات وبتبقى قابلة للقراءة والكتابة والمحو من عليها ايه بنات طيب حلو كلام ده جينا بقى للرم قولنا احنا عندنا انواع في الرم عندنا اولا بي رم والبي رم دي هي عبارة عن زاكرة الزاكرة دي قابلة لاعادة برمجتها ولكن باستخدام جهاز برمجة ايه خاص بيها طيب دي بنسميها البيرسون رم البيرسون رم يعني ممكن عن طريق المستخدم يقوم باعادة برمجتها ولكن بجهاز برمجة ايه خاص حلو الكلام طيب احنا عايزين بقى نعرف البي رم دي في منها انواع قلي من حيث المحو بتنقسم لنوعين في عندي ال اي بي رم ودية عبارة عن زاكرة قابلة لاعادة برمجة بردك بجهاز برمجة خاص ولكن بيتم محو البيانات اللي موجودة عليها بالاشعال فوق ايه بنفس جاية طيب وعندي عنصر اخر او نوع اخر من البي رم وهي ال اي اي بي رم واي هي عبارة عن ال اي اي بي رم اللي هي عبارة عن زاكرة اقدر بردك اعمل لها اعادة برمجة واقدر امحي من عليها بعض البيانات ولكن باستخدام اشارة قهربية وهذه الزاكرة هي عبارة عن مزيج بين مكونات الرم والرم الرم والاي والرم كده ولاد انواع الزاكرات بتاعتنا بقيت كم نوع بقيت خمس انواع الرم الرم البي رم ال اي بي رم ال اي اي بي رم تمام يا شباب طيب احنا كده اخدنا انواع الزاكرات معانا جدول ظريف اوي صغير كده هيوضح لنا ملخص لكل هذه الزاكرات مع بعضين على الشاشة نشوفه الله يا جدول دا يا ولاد هو هيلخص لنا انواع الزاكرات اللي احنا اتكلمنا فيها كلها اول حاجة بيقول احنا عندنا الرم الرم دي البرمجة بتاعتها بتتم من طريق عن طريق مين اللي بتتم عن طريق المستخدم لجهاز التحكم المبرمج يبقى البرمجة من كبل المستخدم في جهاز التحكم جهاز البرمجة طب محو هذه الزاكرة بيتم امتى قال لي بين قطاع الطيار الكهرابي يتم محو هذه البيانات من على الزاكرة طيب يبقى بالنسبة لقابليتها للمحو هي بتمحى بين قطاع الطيار الكهرابي طب نبدأ بقى في انواع زاكرات الرم احنا عندنا رم بتتبرمج من كبل مين المنتج غير قابلة للمحو يبقى دا السيستم جيه للجهاز متبرمج من خلال مين من خلال المنتج للجهاز وغير قابلة للايه للمحو ولما بينقطع الطيار الكهرابي السيستم بيفضل موجود فين في الجهاز عمرنا شفنا ويندوز لما قطع الطيار الكهرابي الويندوز وقع من عندنا لا طبعا الويندوز بيفضل موجود انما لو انا بكتب وورد ولا حاجة ومحافظتش الحاجات اللي انا كتبتها اول ما بيفضل طيار الكهرابي بلاقي الزاكرة بتاعتي الحاجة اللي عليها ايه اتمسحت طيب حلوة اوي انا عندي دلوقتي الزاكرة اللي هي الروم دهية الاساسية دي عبارة عن سيستم بينقطاع الطيار الكهرابي بتبقى بقى البيانات زي ما هي موجودة على الايه على الجهاز انما الرم بينقطاع الطيار الكهرابي بتمحى جميع البيانات الموجودة في انف الزاكرة اذ لم يتم ايه حفظة تمام حبيبي ما بقى دينا تاني كده على الجدول بتاعنا الجميل اه الجدول بقى بتاعنا بيقول لنا ايه بيقول لنا ان الروم دي هي عبارة عن اه بيتم برمجتها من كبل المنتج وبالتالي المحو هي غير قابلة للمحو وإذا انقطع الطيار الكهرابي المعلومات اللي فيها بتبقى زي ما هي البي روم هي عبارة عن زاكرة بيتم برمجتها بواسطة جهاز برمجة خاص وغير قابلة للمحو وبردك لو انقطع الطيار الكهرابي البيانات اللي عليها بتبقى زي ما هي عندنا نوع اسمه البي روم بيتم برمجتها من خلال جهاز برمجة خاص وبتمحو بواسطة الأشعة الفوق بنفسجية وبيتم لو انقطع الطيار الكهرابي بيبقى المعلومات بتاعتها زي ما هي البي روم بيتم برمجتها من خلال جهاز برمجة خاص وبتمحو بطريقة كهرابية وايضا لو انقطع طيار الكهرابي بطبقى المعلومات بتاعتها زي ما هي تماما حبيبي احنا كده اخدنا انواع الزاكرات احنا دلوقتي اخدنا في مكونات الاسية لاي وحدة منطقية مبرمجة اخدنا اكتر من عنصر قلنا اول حاجة عندنا اولاد ايه عندنا البرمجيات وعندنا الهاردوير وعندنا البرمجيات دي هي عبارة عن البرامج اللي انا ببدأ ان انا ابرمج بيها الوحدة وكمان البرمجيات دي اه ممكن ان انا اغير فيها العمليات اللي انا هنفزها على الماكينات او خطوط الانتاج اه عن طريق ان انا اغير البرنامج فقط دون اللجوء لتغيير اي جزء في الاجزاء المادية طيب وايه هي بقى الاجزاء المادية والاجهزة المادية قلنا عبارة عن الهاردوير وقلنا ان الهاردوير دا بيتكون عندي من خمسة عناصر اساسية والخمسة عناصر الاساسية دول كانوا عبارة عن جهاز البرمجة ولادي يقولوا بقى بعد كده عندنا ايه الزاكرة واخدنا من الزاكرة دي انواع وهنقولها دلوقتي وكمان اخدنا المعالج وان المعالج ده بيبدأ ان هو بياخد المعلومات من الزاكرة ولو في اي يعني زي بزبط الارم او خطأ في هذه المعلومات بيعملها فيتباك وبيبدأ يرجحها لجهاز البرمجة مرة اخرى عشان يحصلها تصحيح وتبدأ المكنة تاخدها بعد التصحيح وتشتغل بيها فالمعالج ده هو اللي بيقوم بالشغل كل جهاز البرمجة بحيث ان هو بياخد المعلومة ويبدأ يعالجها ويبدأ يرجعها للمكنة تانية بحيث ان المكنة تمشي بالتسلسل منطقي لتشغيل العمليات بتاعي صح وبعد كده عندنا اجهزة دخل وعندنا اجهزة خارج وعندنا الباور سابلاي او جهاز الطاقة اللي بيبدأ يشغل لنا كل هذه العناصر عن طريق الباور اللي احنا محتاجينه في الاجهزة المادية تماما احنا لجأنا او قلنا يعني ايه زاكرات قلنا الزاكرة دي هي اللي بنخزن من خلالها المعلومات بتاعتنا وقلنا احنا زاكرة دي عندنا في منها انواع كثيرة جدا ايه هي الانواع عندنا حاجة اسمها زاكرة قابلة للقراءة فقط وايضا عندنا حاجة اسمها زاكرة قابلة للقراءة والكتابة الزاكرة القابلة للقراءة فقط احنا بنسميها روم وده اختصار لread only memory والزاكرة دي في منها انواع زاكرة قابلة للقراءة فقط لا تقبل اي كتابة عليها او اي محو بينات من عليها وزاكرة قابلة للقراءة والكتابة اللي هي الرام وقلنا ان الروم عندي انواع عندي حاجة اسمها روم وحاجة اسمها بي روم وحاجة اسمها اي بي روم وحاجة اسمها اي اي بي روم وعرضناهم بالتفصيل مع بعض بالوقت بقى نبدأ ندخل على موضوع جديد في حلقاتنا ومع بعضين على الشاشة كده نبدأ نقول ايه هي اجهزة الدخل والخرج بتاعتنا اجهزة الدخل والخرج بتاعي اللي هو الانبوت عند الاوتبوت عندنا حاجة اسمها الانبوت والاودبوت الانبوت اللي هي عناصر الدخل والاودبوت اللي هي عناصر الخارج تمام شباب تعتبر وحدة الدخل والخرج وسيط بين نظام الوحدات المنطقية المبرمجة فمن خلال اجازة الدخل والخرج بيتم التحكم في البيانات بتاعتي وبيتم التحكم في عناصر الفعل اللي انا عايز اتحكم فيها عندنا كمان حاجة اسمع العلاقة بين عناصر التحكم المبرمج اللي هي المدخلات والبرمجة والمخراجات احنا قلنا ان اي بيانات بقوم بعملية برمجتها عشان في النهاية تخرجلي بمخرج معين اقدر ان انا اتحكم في السيستم اللي انا عايز اتحكم فيه من خلال الاشارة اللي خرجها بعد البرمجة في جهاز البرمجة اللي عندي عندنا ولاسة سريعا كده حاجة اسمع طرق كتابة البرامج البي اللي سي وطرق كتابة البرامج دي مدخل باذن الله للحلقة بتاعتنا القادمة ان شاء الله عندنا حاجة اسمها المخطط السلمي وحاجة اسمها مخطط البلوكات وعندنا حاجة اسمها قائمة الاجراءات او الاوامر دي بعض اللغات اللي احنا بنخلالها نقدر ان احنا نكتب برامج البي اللي سي تمام حبايبي يبا احنا النهاردة ان شاء الله كده بعد العناصر اللي احنا اخدناها دي اه يعتبر احنا اخدنا العناصر او المكونات الاسسية اه لوحدة التحكم منطقي المبرمج وبكده حبايبي احنا وصلنا مع بعض لنهاية حلقاتنا الجميلة اشكركم واترككم في رعاية الله وابني وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته شكرا شباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة